السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابنا العزاء طلاب الصف الثالث السنة ورجعنا لك تاني في فيديو جديد بنكمل في حل وشرح اسل الكتاب الايزو نسخة عشرين اتنين وعشرين الحلقة رقم طلعتاشر في الكهربية والحلقة رقم ستة وتمانين في الكتاب كامل هنحل فيها من صفحة متين اربعة وتمانين حتى صفحة متين ستة وتمانين اسئلة التحليل الكهربية وقوانين فرضاي السؤال رقم تسعة وخمسين في هذا الباب او في هذا الجزء بيقول يلزم لترسيب نقط كمية كهربية قدرها واحد فرضاي كتلة مكافأة من المادة تمام الواحد فرضاي بيرصب كتلة مكافأة من المادة وكمان بيرصب تلت مقول من السكنديوم لان انت عارف ان السكنديوم تكافؤه سلاسي فلما تيجي تجيب الكتلة المكافأة بتاعتها تقول لي ايه كتلة مولية على التلاتة يبقى تلت مول طيب وربع مول من الاكسوجين طيب ليه انت عارف ان الكتلة المكافأة من زرات الاكسوجين بتبقى تمانية جرام اللي هي 16 على الاتنين طيب عدد مولات غاز الاكسوجين بيساوي كتلة المادة على كتلة المول من الاوتو اللي هو 32 بيساوي ربع مول يبقى جميع ما سبقى روح بعد كده ليه السؤال رقم 60 بقول لي اذا كان شدة طيار المار في خلية تحليلية ثلاثة ونص امبير فكم مولا من الالكترونات يمر خلالها في 45 دقيقة يبقى حضرتك دلوقتي هتقول ايه هتقول لي احنا محتاجين نجيب كمية الكهربية اطلاع ما اعطاني شدة طيار واعطاني زمن يبقى احنا محتاجين نجيب له كمية الايه الكهربية الكيوب بتساوي ايه هاي في تي يعني كام تلاتة ونص في تي 45 دقيقة فيه 60 ثانية يبقى الناتج كام كولوم تسع تلاف ربعمائة وخمسين كولوم تمام بعد كده هتقول لي احنا عاوزين نجيب كمية الكهربية بالفرضات وهقول لك ليه بتساوي تسع تلاف ربعمائة وخمسين على ستة وتسين الف ستة وتسين 1500 كولوم بيساوي علامة صفر تسعة سبعة تسعة يعني كأنه علامة صفر تسعة تمانية يعني ممكن نقول له تمانية وتسعين في عشرة سالب تلاتة فرضاي بتقول لي عدد الفرضاي بيساوي عدد مولات الالكترونات المكتسبة او المفقودة والكلام ده هو كنا قلنا قبل كده فيه حلقة من الحلقات بتاعتنا يبقى انت عندك عدد الفرضاي ده هو هو نفسه عدد مولات الالكترونات يبقى تمانية وتسعين في عشرة اس سالب تلاتة طيب او تحرك العلامة رقم وتبقى تسعة وتمانية من عشرة في عشرة اس سالب اتنين اللي موجود معنا في الاختياري هنختاره اللي هو الاختيار جين نروح بعد كده لي السؤال رقم واحد وستين بقول هنا عدد الالكترونات التي يتضمنها مرور واحد فرضاي احنا قلنا واحد فرضاي يبقى واحد مول من الالكترونات يعني ستة واثنين من مية في عشرة اس سالب تلاتة واشي والاختيار بقى نروح بعد كده لي السؤال رقم اتنين وستين عدد الالكترونات اللازمة لترسيب ستة وخمسة وتلاتين من مية جرام من النحاس في محلول ايونات نحاس سنائي في خلية الكتروليتاي يبقى نجيب له كده كمية الكهربية بالفرضاي بيساوي كتلة مترسبة على كتلة مكافأة بيساوي ستة خمسة وتلاتين على الكتلة المكافأة من النحاس ستة وستين ونص على الاتنين يعني واحد وتلاتين خمسة وسبعين من مية بيساوي اتنين من عشرة فرضاي طيب بعد كده انا عاوز اجيب له باقي عدد الالكترونات هنقول له عدد الالكترونات او عدد مولات الالكترونات بيساوي عدد الفرضاي بيساوي اتنين من عشرة فرضاي او اتنين من عشرة مول اتنين من عشرة مول طيب انا عاوز باقي جيب له عدد الالكترونات بيساوي عدد مولات الالكترونات في عدد أفو جدرو يبقى الرقم اللي معنا اللي هو 2 من 10 هندرابه فيه عدد أفو جدرو النتجة هيطلع معنا زي ما هو طالع على الآل حسبة كده 1-204 10-20 1-204 10-23 طيب دلوقتي الرقم ده مش موجود معنا لو انا حركت العلامة رقم كده هزود القس انا قص القس 1 وبالتالي هيبقى نفس الرقم ده نفس الرقم اللي تحت يبقى الاختيار بتاعنا مين طيب انا عاوز اتأكد ان اجابة صح طيب احنا كتبت الرقم قدامك هوا خلاص هتقوم عامل ايه بقى هتروح كاتب الاختيار الاولين اللي هو اتناشر واربعة من مية في عشرة قس كام اتنين وعشرين قس اتنين وعشرين وتقول يساوي نفس الرقم اللي تحت اللي احنا كتبينه اللي هو واحد ومتين واربعة فعشر وثلات عشرين هو نفسه يبقى الاختيار بتاعنا يكون الاختيار الف وروح بعد كده للسؤال رقم تلاتة وستين بقول لعدد الالكترونات اللازمة لتحرير ضعف الحجم المولى لي لغاز الحجم المولي الحجم المولي اللي هو اتنين وعشرين واربعة من عشر يعني احنا كده عاوزين كام مول من غاز الاكسجين اتنين مول عدد الالكترونات اللازمة لتحرير ضعف الحجم المولي من غاز الاكسجين في الاستبين ممكن تحلها بمعادلة عادية وممكن تحلها بقوانين فرضاي هتقول لي عدد مولات الالكترونات بيساوي عدد فرضاي اللازمة لتحرير الغاز بيساوي عدد مولات الغاز في عدد مولات زرات جزيئات الغاز في تكافؤ العنص عدد مولات الغاز كام هي اللي ضعف يعني اتنين في عدد مولات زرات الغاز اللي هو اوتو يبقى كام اتنين في تكافؤ العنصر تكافؤ الاكسجين كام اتنين يبقى اتنين في اتنين في اتنين يبقى كده كام تمانية مول اضربهم في عدد ابو جادرو يبقى الاختيار بتاعنا هيكون الاختيار الف تب ليه مش تمانية الكترون لان الراجل بقول لي عاوز عدد الالكترونات مش عاوز عدد المولات يبقى تمانية مول من الالكترونات اللي هو تمانية في عدد ابو جادرو يبقى الاختيار الف مروح بعد كده ليه السؤال الرقم 64 بيقول لي هنا ايه عدد الالكترونات اللازمة لكل ايون ليسيوم لانتاج في ليسيليسيوم هنا عاوز عدد ايه الالكترونات اللازمة لكل ايه ايون مش كل مول طيب انا عند ايون الليسيوم ايه لاي هيكتسب الاكترون ويتحول الى زرة ليسيوم جيبه هو الكترون واحد يبقى الاختيار بتاعنا برضه يكون الاختيار ايه الف طيب لو قال لي عدد الالكترونات اللازمة لكل مول من ايونات اليسيوم نضرب الواحد في عدد ايه ايه لان الليسيوم تكافه ايه وحادي يبقى الاختيار بتاعنا الف زي ما قال الرقم 65 بقول لي عند التحليل الكهرابي لمسهور احد المركبات كانت النسبة بين عدد المولات المتكونة عند القطبين 2 مول من زرات العنصر X و 3 مول من زرات العنصر Y يبقى خلي بالك كده المعطاية بتاعتك بتقولك ايه بتقولك احنا عندنا 2 مول من العنصر X عند مين عند الكاسود عند الكاسود تمام و 3 مول من زرات العنصر Y عند من عند الانود الكاسود ده اللي هو مين المهبط من اللي بيروح له الكاتيون اللي هو اصلا بيبقى ايه فلز يبقى كاتيون لفلز تبقوا الانود بيبقى مصعد بيروح له ايه بيروح له انيون اللي هو اصلا ايه لا فلز تعال نشوف الاختيار الاوليATHER يقول العنصر X لا فلز احنا هنا قلنا العنصر X هيبقى ايه فلز يبقى الاولى دي였خاط تمام كده طيب عاوز بعد كده بقى صغط المركب فهنختار له ما بين به وإيه ودال أو بقول له العنصر إكساسونية التكافى طيب هنكتب معلومة كده وتخلي بالك معايا هنقول النسبة بين أعداد المولات في التحليل القهربي بتساوي مقلوب النسبة بين التكافوات طيب مصدر المعلومة ديت إيه قبل ما نفسرها لو أنا قلتلك عندي 1 فردائي بيرصب كم مول من فليزة واحدة بيرصب 1 مول طيب لو قلنا 1 فردائي بيرصب كم مول من فليزة سونية إيه هيرصب نص مول ليه لأن الكتلة المولية على التكافى عشان نجيب كتلة مكافأة يعني طيب لو إحنا قلنا 1 فردائي بيرصب قد إيه من فليزة سلاسية بيرصب 3 مول أنت كده سبت إيه كمية الكهربية زي ما هو عامل في المثال بتاعنا هو بولة عند إيه تحليل القهربية ومثبت كمية الكهربية كمية الكهربية اللي هتصاعد أو هتكون الفليزة الأولانية نفسها اللي هتعمل لا فليزة الثانية يبقى أنت دلوقت كده عندك إيه كمية الكهربية سبت فهنا كده 1 مول نص مول تلت مول طيب إحنا إلينا التكافؤ هنا إيه التكافؤ أحادي سنق سلاسي ونتنازل لتحت التكافؤ بيزيد عدد المولات بيحصل له إيه بيقل إذا العلاقة بينهم علاقة عكسية نرجع بقى لموضوعنا إحنا قلنا هنا كده كم مول 2 مول وهنا كم مول 3 مول اقرأ بقى كده النسبة بين عدد المولات هتبقى مقلوبة النسبة بين التكافؤات فأنت هتكتب في لز اكس وليه في لز ايه واي فيبقى عدد المولات كان هنا كام اتنين وعدد المولات هنا كام تلاتة دي مولات يبقى التكافؤات مع كسر هتبقى هنا دي هات اتنين ودي كام تلاتة يبقى النسبة مقلوبة تمام كده يبقى النسبة كانت اتنين على تلاتة اللي هو اكس المين لواي بقت نسبة التكافؤات X ل Y هتبقى كام؟ 3 ل2 يبقى اكتب لك ده الفلز X وده الفلز مين؟ كلها فلز Y طيب تكافؤ ال X ايه؟ سليسي وتكافؤ ال Y ايه؟ سنيع نبدل التكافؤات تبقى الصغر بتاعتنا ايه؟ X2 و Y3 يبقى الاختيار بتاعنا هيكون الاختيار B تبقوا للعنصر X سنيع التكافؤ بقى احنا قلنا العنصر X بتاعنا هيبقى عنصر A سليسي التكافؤ يبقى مش نافع والصغر عكس اللي احنا كانت بنها فدال يبقى الاختيار بقى والاختيار الصحيح سؤال رقم 66 بيشتغل على نفس الفكرة بقول لي عند وضع صغر من عنصر A في محلول ايونات B هذا A هنا هنحطه في محلول ايونات B يبقى بيه مثلا S-O4 بقول لي في محلول ايونات العنصر B فإذا علمت أن تكافؤ العنصر A سنيع يبقى ايه سنيع التكافؤ والعنصر B احادي طب الكابرتات التكافؤ ايه سنيع يبقى نحط التكافؤ الكابرتات تحت B والB احادي فمش هيك كتب نكمل معدلتك كده هيبقى A-S-O4 زائد 2B طيب عدد مولات الايه هنا كام واحد وعدد مولات الB هنا كام اتنين طيب يبقى عدد مولات الايه فإن عدد مولات الايه الزائبة كان واحد والB المترسبة كان كام اتنين يبقى احنا عندنا كده عدد مولات الايه واحد يبقى نص الاثنين يبقى نصف عدد مولات الB ممكن اجيبها من العلاقة اللي انا قيلها اللي هي في السؤال اللي فات احنا قيلين قد ايه وده B الA تكافؤ سنيع والB تكافؤ وحادي اعكس النسبة في التكافؤات لان احنا قيلين النسبة بين التكافؤات وتبقى معكوسها مع المولات يبقى هنا واحد وهنا كام اتنين الواحد احنا قيلين تكافؤات اتنين لواحد يبقى المولات معكوسها المولات هتبقى واحد لكام لاتنين الواحد قدمن الاتنين نص يبقى الاختيار بقى زي مولي وراح بعد كده للسؤال رقم سبعة وستين لتكوين اتن وعشر واربعة من مية في عشرة وستاتة وعشرين من الكروم زرة من الكروم يبقى لازم نحسب له عدد مين المولات عدد مولات بيساوي عدد الزرات على عدد افو جدور نقسم الرقم ده على ستة واتنين من مية في عشرة وستاتة وعشرين واضح كده ان تطلع كام مول اتنين مول يلزم كمية كام فرضاي هنقول كمية الكهربية بتساوي بتساوي ايه بتساوي عدد المولات كمية الكهربية بتساوي عدد المولات في التكافؤ عدد المولات بتاعنا كام اتنين في التكافؤ كام اتنين يبقى انا احتاج كام اربع فرضاي الاربع فرضاي بيساوي كام كولوم بيساوي تلتمية ستة وتمانين الف كولوم يعني الف وجيم صحيحة تاني يبقى الاختيار هيكون دال نروح بعد كده ليه السؤال رقم 8 و60 بيقول لي ايه عند التحليل القهربي لمصهور N-A-C-L طبعا احنا عندنا مصهور N-A-C-L لما يتأين هيعطي ايه N-A موجب وC-L سالي هنقول ل N-A موجب نوعك ايه هيقول لي كاتيون هتروح فين هقول لعند الكاسود هتعمل ايه هقول لك اكتسب الكترون تمام وتتحول لمين لزرات يبقى عند الكاسود هيبقى فيه زرات ايه زرات السوديون هنروح للكلور والكلور هتروح فين هقول لك عند الانود هتعمل ايه هقول لك عند الالكترونات رايح هفقدها يبقى يتحول ل-C-L زائد الالكترون ونوزن المعادلة ونحط هنا اتنين عشان يبقى CL تو وهنا كده اتنين فيبقى هنا غاز الكلور هتكون عند المصعد يبقى الاختيار ألف اختيار صحيح عشان ده مصهور يا شباب طيب تعالى كده نشوف الاختيار او السؤال رقم 69 بقول لي في الشكل المقابل او من الشكل المقابل تستخدم هذه التجربة للحصول على طبعا احنا جايبين K-C-L K-C-L هيحصل معه نفس اللي حصل مع ال-N-A-C-L K هيروح عند الكاسود تمام كده هيعمل ايه هيكتسب الكترون يبقى ايونات البوتاسو متكتسب الكترونات وتحاول ايه زرات يبقى انا كده حضرت الكفين عند المهبط تمام والكلور هيتكون فين عند المصعد بنفس معادلة الاكسادة في التجربة اللي فاتت يبقى كده نختار له الاختيار من دال البوتاسيوم هيتكون عند المهبط والكلور يتكون عند المصعد عشان برضو ده ايه مصهور لان المحليل الشغلة معها مختلف شوية نروح بعد كده ليسؤال رقم 69 رقم 70 عقوة بيقولي هنا ايه جميع المواد التالية تنتج من التحليل الكهرابي لمحلول مركز من ن اس ال اللي هو محلول كولوريدو السوديوم هنا جماعة فيه بقى موضوع المنافسة اللي احنا كنا تكلمنا عنه قبل كده في حل كتاب مندليف هنقوله تاني هنا بيقولك ايه انت عندك محلول من اس ال ادى ال ن ام جب وهنا السي ال سالب ال 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 تمام هنا هيبقى فيه مية ويحصل منافسة وهنا هيبقى فيه مية ويحصل منافسة تمام هنا السوديوم جهد اختزاله قليل فمن اللي يغلب الماء يبقى الماء هو اللي حصل لعملية ايه اختزال فلما يختزى للماء هيختزى ليعطي يعطي غازي الهيدروجين وايونات مين وايونات الهيدروكسي خلاص كده يبقى يختزى للماء ويتصاعد الهيدروجين عند الليه عند المهبط والهيدروكسيد ايونات السوديوم هتفضل موجودة في المحلول هتتحد مع ايونات الهيدروكسيد وتكون لهيدروكسيد مين السوديوم طيب هنا هيحصل منافسة كل الايونات السليبة بتغلب الماء في موضوع الاكسادة مع ده النطرات والكابريتات والفلور خلاص كده طيب يلا ناخد جده الكلور الكلور هو اللي هيغلب الماء فيحصل له عملية اكسادة فيفقد الالكترون بتاعه او يبقوا اتنين ايون فيفقدوا اتنين الكترون يتحولوا لسي ال تو زائد اتنين الكترون فيتكون عند غاز القلور يبقى كله تكون مع ده مين اده غاز الهيدروجين عند المهبط غاز القلور عند المسعد الان اي ما تكونش يبقى كله تكون مع ده مادة واحدة اللي هي مين السوديوم الصلب ويتكون ان اي ويتش نتيجة الاتحاد ايونات السوديوم مع ايونات ال اي لا هيدروكسل دي كده لسؤال رقم واحد وسبعين هو نفسه فكرة السؤال اللي فات بقول عند التحليل قراب المحلول كلوريد ال اي السوديوم بين قبائين خاملين فيه فإن الشكل اللي لازم يمثل التغير في البيتش طبعا احنا قلنا في نهاية التجربة اللي فاتت تتكون عند مين هيدروكسيد السوديوم طيب فلما يتكون هيدروكسيد السوديوم هيدروكسيد السوديوم ايه قاعدة طب كلوريد السوديوم كان ماله متعادل يبقى انت عندك مادة كانت متعادلة هتبدأ من عند السبع تمام كده اهو وبعدين هتتحول لمادة قاعدية يبقى البيتش بتاعتها بتزيد عن سبع يبقى البيتش يحصل ايه تزداد يبقى تختار للاختيار ده روح بعد كده ليه السؤال رقم 72 سؤال رقم 72 بيقول لك ايه بقول للمعادلة التي توضح التفاعل الحادث عند المهبط اثناء التحليل الكهرباء المحلول كدوريد السوديوم نفس الفكرة بتاع السؤالين اللي فاتوا المهبط قلنا بيبقى عنده ايه مية فالمية بيبقى فيها ايونات مين ايونات الهيدروجين وايونات الهيدروكسيد طيب قلنا عند المهبط بتكون غازل الهيدروجين طبعا ايونات الهيدروجين الموجبة ديت عشان تتحول الى ايهيدش تو اللي يحصل بيحصل لعملية اختزال يعني تكتسب ايه الكترونات يبقى انت عندك الهيدش موجب لما يكتسب الكترون هيتحول لهيدش طيب احنا عندنا اتنين اتش موجب هيكتسبوا اتنين الكترون ويتحولوا الى ايهيدش تو يبقى حضرتك تختار له الاختيار الف تروح بعد كده ليه السؤال رقم 73 وليه في السؤال رقم 73 لو لاحظت معايا ليه التجربة دي هيتمستخدم مين محلول كولوريد البوتاسيوم زي وزي محلول كولوريد السوديوم البوتاسيوم بيروح عند الكاسود ويعمل منافسة مع المية فالمية بتغلب فالبوتاسيوم يفضل على هيئة ايونات والمية لما تغلب يحصل لها عملية ايه اختزال فتقوم تعطلنا غاز مين الهيدروجين ويتبقى ايونات مين الهيدروكسايد ايونات الهيدروكسايد معينات البوتاسيوم تم تحضر لنا مين هيدروكسايد البوتاسيوم وروح بعد كده الاخر سؤال في حلقة اليوم والسؤال رقم اربعة والسبعين عند التحليل القهرابي لمحلول كولوريد البوتاسيوم تركيز واحد مولر باستخدام كطبين من الجرافيت طيب كولوريد البوتاسيوم للسائلين غاز الهيدروجين هيبقى عند مين عند المهبط وغاز الكلور بتكون فين عند المسعط يبقى هنا كده وهناك ده يبقى الاختيار بتاعنا يكون الاختيار الف وكده نبقى وصلنا لنهاية حلقة اليوم انتظرونا ان شاء الله في الحلقات القادمة لتوفيق الشباب في موقع قادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته